موقف وطني واحد وثابت وكلمات بالخط الأحمر لم يتراجع عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ تفوق تياره بعدد المقاعد الأكثر في استحقاق تجريين لقاءات وحوارات رسمية لصناعة المرحلة المقبلة بتشكيل الحكومة الجديدة تستمر مع الكتل الانتخابية المتصدرة لمشهد ترتيب أوراق الجلسة الأولى في الأيام المقبلة لقاء بين قطبين مهمين في البرلمان الجديد جمع بين رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوط التقاء ثابتة ترجح كافة الأغلبية الوطنية التي يعززها الصدر ويتفق مع خطوطها الحلبوسي سيما الاتفاق على مبدأ الابتعاد عن تجارب ماضية لم تمنح العراقيين ثمارها في الوطنية لأجل العراق وخدمة شعبه الحلبوسي الذي يتزاعم تحالف تقدم الحائز على 43 مقعدا في البرلمان الجديد يعتبر تحالفا قويا في حسابات تشكيل الحكومة الجديدة وكما هي كتلة التيار الصدري التي تتصدر عدد مقاعد البرلمان فأن التقارب الذي ينشده الصدر في الذهاب إلى لغة الحوار مع القتل الانتخابية هو النهج الصحيح لتحديد ملامح الحكومة الجديدة والتي تفتح أوراقها في الجلسة الأولى المرتقبة لكن الصورة الأكثر وضوحا هي الاتفاق على خدمة العملية السياسية في البلاد والخروج بحلول لتشكيل مرحلة مستقرة في معادلة السياسة والأمن والاقتصاد ترجمة نانسي قنقر